بيوت المسلمين جحيم لا يطلق ما في ود ما في محده هذه الآيات وتلك السور يرد بهم السحر ويرد بهم المس ويرد بهم كيد شياطين الإنس الذين هم من بني جلدتنا لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها والله يا أخوان أنا متألم جدا بسمع من أخواننا بالهاتف وشكاوى مكتوبة بيوت مسلمين جحيم لا يطاق هذا قدر هذا خطأ مقدر ألا تستطيع أن تكون زوج راق زوج مهذب زوج لطيف زوج متسامح زوج عطوف زوج رحيم ألا تستطيع أيها الزوجة أن تكون واعية كسب المال صعب جدا صار عقبات ومتاعب وضغوف وقوانين هي برتاحة تريد كل حاجاتها بلا تلكم ما تعدر زوجة ضغطها الشديد أحيانا يخرجه من اكتزانه فيه بالبيت شيطان تلاقي إنسان يندفع إلى الأذى دون أن يربح شيئا أحيانا تقع مصائب كبيرة بسبب كلمة بسبب غفلة بسيطة لذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا دخلت بيتك إذا خرجت من بيتك اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أن أذل أو أذل أو أن أظلم أو أن أظلم في دعاء لدخول البيت دعاء للخروج منه يعني يجب أن تعلموا أنه أكبر هدف للشيطان التفريق بين الزوجين وبين الأخوين وبين الشركين وبين الجارين حينما يكون المجتمع ممزقا هذا من أهداف الشيطان والمجتمعات الآن أيها الإخوة ممزقة والله آية الكرسي إذا قرئت بصدق وإخلاص إذا كانت مقرؤة بقلب حاضر فإن الشيطان يولي دوره سبحانك يا رب يعني ما في إنسان معصوم أحد العلماء يرى أن هذا المسروع من أجل أن يخرج منه الجن ينبغي أن يضرب ضرباً مبرحاً كثيراً قال هذا الضرب ليس له للجني فتساءل عالم آخر قال ما الدليل لم يرد هذا لا في القرآن ولا في السنة طعمي أكلت موطط أنا عم علجاك الله ذكر الدواء فاستعذ بالله ما ذكر الدرب وأنا أسمع هذا كثيراً كل إنسان يذهب إلى من يظن أنه يصرف عنه الجن يضربه ضرباً مبرحاً وقد يكون الضرب فوق طاقة احتماله قال هذا ليس له أصل إطلاق فضلاً عن آية الكرسي يفضل أن نقرأ لهذا الذي أصابه مس من الجن أو أصابه سحر الساحر أو أصابه مس من شياطين الإنس الآن شياطين الإنس أبلغ أثراً من شياطين الجن شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن تلاقي فرضاً طفل بريء شاب سهر مع رفاءت شرر كاس الشاي فيه مخدس خلاص بدأ كل شيء بملكه اشترا فيه المخدرة بعدين تبين بعدين سرق بعدين سمح لرفيئه يواقع أخته من أجل الثمن المخدر والله في قصص أيها الإخوة عن المخدرات يشيب لهولها الولدان هذا الشيطان فالإنسان يجب أن يكون في أعلى درجة من اليقظ لا تصاحب إلا مؤمناً لا يأكل طعامك إلا تقي لا تدخل لبيت لا تعرفه ولا تدخل أحداً لبيتك وأنت لا تعرفه الآن الفاتحة يروي الإمام البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل يا رسول الله لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أثير أيها الإخوة حديث ثالث بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما يا محمد ولم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتا صار المعوذتان وآية الكرسي وفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة هذه الآيات وتلك السور يرد بهم السحر ويرد بهم المس ويرد بهم كيد شياطين الإنس الذين هم من بني جلدتنا روى الإمام أحمد روى أحمد عن عبد الله بن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهرق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحنة ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا فخرج علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته قال ألا أخبرك يا عبد الله ابن جابر بأخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختم نازلنا في فضائل سورة الفاتحة وروا الترمزي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثال أيها الإخوة الكرام هذا الأسلوب الشرعي في مدافعة السحر والمس ومدافعة شياطين الإنس بالاستعادة بالله تكون أقوى البشر بالاستعادة بالله تكون أعلم البشر بالاستعادة بالله تكون أغنى البشر لكن سبحانك يا رب في أشياء كثر تردادها ترداداً نفظياً أجوفاً فارغاً فقدت معناها وفقدت قيمتها مثلاً أو أنه إنسان أغضب إنساناً ماذا يقول الإنسان الذي أغضب؟ أشهد أن لا إله إلا الله هل أنزلت هذه الشهادة من أجل أن تعبر بها عن غضبك؟ قد تسأل إنسان ملحد كيف الصحة؟ تقول الحمد لله تحمد من؟ في كلمات من كثرة ما رددها المسلمون ترديداً ببغاوياً وترديداً أجوصاً وشكلياً فقدت معناها أما أنت حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد النبي عليه الصلاة والسلام يقول عين الحاسد تضع الجمل في القدس وتضع الرجل في القدس إذا إنسان بنعمة وتباهى بها وافتخر بها وأراد أن يكشر قلوب من حوله بها هيك دخلي هكذا ربحت إلى هذا المكان زهرت بدأ يفتخر بما آتاه الله عز وجل ليستعلي على عباد الله قد تصيبه عينه الحسود إنه غافل لما مدح نفسه وافتخر واستعل وكبر نفسه واستكبر أثار الحسد فيأتي حاسد غافل فيحسده فتصيبه العين إن العين لا تدرأ أخطارها بكلمة عين الحاسد لا تدرأ بالعمى لا بهذا لا يرد الحسد يرد الحسد بالتواضح يرد الحسد بعدم إظهار الزينة بعدم التفاخر بعدم التباهي بعدم الزهور بهذا يرد الحسد أما بوضع ورقة مكتوب عليها الحسود لا يسود هذا كلام لا يقدم لا يؤخذ أيها الإخوة أنا أنصح إخوتي الكرام طبعا أسأل الله لي ولكم السلامة من الجن أسأل الله لي ولكم السلامة من خرافات المخرفين ومن شعوذة المشعوذين ومن ضلال الضالين ومن كل فساد وتيهم في الأرض ولكن أنا أعدكم رسلا لمن حولكم يقول واحد منكم في حول أناس فإذا وصل إلى سمعه مشكلات من هذا القضي فليقف وقفة حازمة جريئة وليؤكد أن جهة في الأرض لا تستطيع أن تؤذي أحدا إلا بإذن الله وأن طريق رد هؤلاء هو الاستعاذة بالله ولسيما قراءة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والحمد لله رب العالمين